مرحبا خير عليكم. والله العظيم وحشتوني كتير كتير. انا عملتش بقى لي كتير جوالات في السوق. النهاردة انا مشى طريق مختلف. بس هقول لكم برضو طريقتي وصلوا له الزاس والثلاث اللي في الجيزة. وضعش انا كده عند المدرسة مش عارفة اش هي تعطي في السادات. تقريبا يعني. ما عرفش المدرسة قدي كده يعني هي تحت الكبري. بص ده كده ورايا الكبري بتاع العمرارية. مركوبش دعو بالطريق ده. اقول لكم الطريق اللي انتو تجب منه من متروم ومصريين سحل. وتوصل للمو عبدالله على طول. لان دي اول جوالاتي ومو عبدالله. نعلوا كده ونقول بسم الله. والله دلوقتي الساعة سبعة بالزبط. بصوا انا فجئت. ايه ورايا الشارع اهو. بصوا تزيل فرشة بتاعتمو عبدالله في اول الشارع. لسه ما فرشتش. فمش عارفة هي فين. بصوا بتجمع اللي شورة بتاعتها هي. لسه ما فرشتش. هقول لكم العنوان ازاي على ما هي تفرش. بصوا يا بنات ده اول الشارع برا. عالطريق. لو جاية من متروم. ام مصريين تسالة على الاجتماعي. بعدها على طول شارع الاول وبرا ده. مسجد التوحيد. هتدخلوا في الشارع الهادي ده. تاني تقطع شمال على طول. هتلاقي اول حد امو عبدالله. بصوا لسه بتفرش لشولة بتاعتها. وده الدخلة بتاعت الشارع بقى لكل قماش. صبح على امو عبدالله. ونبتدي نشوف. روز ما عيزي اه واهنا سامور. انا مش هاد ايه؟ بصوا ايه. اشاد عجبنا ديرو. انت كلنا. ايه؟ مش هاد فروح صد زيب جازمه. هدو بيز؟ لا مش باين الرسمة. الرسمة بالبيز. مش باين الرسمة بالكبر? بينا؟ لا. قرب. خط على العاش. طب بشي معاك؟ للأسف مش باين وانا لبساة باين كده لان انا وقفة في حتة فيها نور قوي وضاي فمش باين جمال الاسترس ده بصو كل ده فسوس ألماظ ازاز ازاز تمام كل دي فسوس ألماظ ازاز يعني اللي مش عاوز الدهل ده ياخد الفسوس بس كفاية ياخد الفسوس تحفة تحفة بجد الفسوس دي غالية جدا ازاز بصو بقى جميلة جدا الدل بتاعه ده دل فستان تقليبي بقى جبونات عروسة تقليبي جبونات او كلوش الاطفال صغيرين كل دي جول بتاعت فساتين ما تفرد كده يا خلد وررنا اللي انت بتدهولها هو كلو كده ما نقوش من جوه اه طب افرج يا خلد كده ونشوفي الجمال كل دي جول فساتين ما عاكش اه دنيا ساعة اصلا الصوابعنا وقفت من التالج كده افتح كده الله افتح يا مدام كده قدامه بصوا بسي الجمال او اقدان حد ولا لا اعشان اقلسوا بقى جمال 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 بقى لا انا عايزة ده ادل تطوح فا ده هتقليبي بقى فستين صغيرها ولا هتمسكي جبونات اعملوا هعملي فستان عشان كد بكتان هتعملوا فستان ما شوالله جميلة لا مش عارفة انا فستان ما بعرفش والله ما ببصريش ما ببصالش بها انا ما ببصالش بصوا دي الصغيره دي الصغيره بس دي شريحة قدام بس ده كبير بقى بس تحفة وبصوا من على قرب ممكن تخدي جي كمان تحتها قزق اللي فوق الكمام بصوا النهاردة جيبونات كتير قوي اشكال مختلفة روح يا خالي ده فيها فتة فيت السكر فيه تاني واحد عجبني قوي واخلي ده رجلك ده تحفة بصوا يا رب يكون باين انا مش عارفة الاضاءة معين الشمس مش طلع بس الاضاءة مش عارفة عاملة كده لي بصوا ده ديل برد ده ديل اهو التجولة يا جماعة ممكن تاخدوها تعملوها ايه جبونات لاطفال اهو خالديني افرد هولكو على الاخ اهو كل دي موكت ثامر جبونات اطفال النهاردة جايبة والله العظيم ديول او الجزء الكلوشة اللي تحت في الفستان كتير جدا يمشي مع حاجات كتيرة بصوا ده ده برضو جميل اهو وبصوا السوستة بتاعت اللي ورا بصوا السوستة اهو يدوب بس ايه يتعمل على فستان تحفة تعمل على فستان سورية ستان صق ويتحط له الدل ده من ورا ده ديل اهو اهو زي ما انت شايفين السوستة هي وده ايه الدائرة بتاعت الدائرة وكل ده الدائرة يبقى من ورا كده زي كلوش ومن قدام الفستان سورية ورينة ديل فستان ايه ده ده ومشغول طبعا الحاجة اللي فيه ده عايزة شالها ورينة يا خليد كده ده ومتطرز كمان متطرز و ايه فيه بقى ايه كريستال اهو كل ده ديل فستان برضو اللي عاوزه ياخد منه ويقص براحته فيه يا خالد ما تورينة كده انا جام ديل من عندك يا خالد انا هتعبد من الديول جي صورت انا ده اللي ديل بربعمية و بخمسمية الكبير قابي ده اللي هو اللي احنا صورناه اه ده لسه انا صوراه ورينة كده اللي مع المدام ده استنى لا لا دم ازاي حد ده اه ازاي خيره ورينة كده نقشة يا رب تكونوا زاهرة انا فيش حاجة زاهرة خالص في الكامرا مش عالفة من النور بصو يا رب يكون زاهرة هون ده مختلف شوية عنده اه ده قلتل بربعمية جنيه صح كبير قوي ده اه تمام الديل تعمل كل ده ديل ها عامل ربعمية جنيه ها 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 ده ده عامل ربعمائة جنيه بصوا بقى عندها قطع من هنا ده بالمتر المتر بكم يا عبدالله من ده بخمسة وتلاثين حلو قوي ده وحلو قوي عمزة الشبكة صوام الشبكة زاهر كده بصوا بقى القطع دي ممكن تقطعها بليك ما شاء الله بصوا بقى ممكن تقطعها بليك في حاجات بالمتر بكم يا عبدالله برضو من ده ماربعين جنيه ما شاء الله انا عملة اقلب اهو لان في واحدة عزيز عليها في حاجة اسمها كافيور انا عايزيها فقدور له عليها بصوا جي جبونات بقى صغيرة خذ جبوناتك جيب اين عنينا هنا كنا كل دي بقى ايه مشاهدة السورية تقلبوا هنا واتطلعوا اللي انتوا عاوزينوا من هنا بقى كطع صغيرة او كطع كبيرة مزي كطع كبيرة النهاردة قبل ده كطع كبيرة لا جي اطول جي جي ممكن تلاتة متر لو ماشا جي ممكن تعمل تلاتة متر النهاردة السوريهات عندها اطول حلوة اوي لحاجات جيه تعملي منها فاستين اطفال ده بالنسبة للسوريهات اللي هين واللي جي سوريهات هاي والزيول من هنا هاي الديل ده يا خالد ما فردناهوش ليه ده لونه والله ده لون رماضي لا بس انا ما شفتوش شايف هاد الوقت ده فتافيت السكرة هوا لون رماضي انا عرفته من الظهر واحل حاجة ايه ان القفلة بتعيتهم من ورا ليها سوستة بصو هنا بيبقى فيه سوستة فيه حاجات بيبقى فيها سوستة زي اللي انا قلت لابسها من شوية فيه حاجات لا وكل ده المن ده على حسب سعره على حسب مع عبدالله تقيمه وتقول بكام تعالوا كده مع بعضك نشوف الجوبرات اللي عندك بقى يا عبدالله عندها سوستة وعندها جوبرات بسة اخش القرطون نبسنا كده بسرعة ده بخمسة جنيه المتر المتر بخمسة والامر جيه اللي امسكه وليه سعره على طول خمسة اشر جنين وليه اامر والله العظيم حلوها يجي بيضا نجي عبدالله بكام عبدالله جيب كام عبدالله جيب كام اللي اتنم بخمسة جنيه الواحدة سبعة ونوص المتر واحدة متر بسبعة ونوص المتر بنجيب سبعة ونوص يعني بسه هو اعلى حاجة عندها ممكن ترى عشرة جنيه قمسة جنيه وما بين خمسة جنيه وما بين سبعة ونوص عشرة القادر بشكروا شوية هندها عليها اهو بس انتو تعالي لحصوه التلات اللي هنا في الجيزة تحفة ده بصو ده جميل جدا برضو بصو عنا ايد عينب كده عندها لفة فول تلاتة بعشرة بصو طب تعالي طيب جي عالته بسبعة ونوص المتر ده بخمسة جنيه ده لنمتر بعشرة ده اثنين متر وخمسة جنيه بصوه الامر ده ده بكم يا عبدالله ده ده هردي كبار بخمسة جنيه اثنين بخمسة جنيه شكل الشياكة ما ينزل كده على الملايا شكله جميل جدا ده حاجات بقى ملابس هول الكرتورة دي دي تجيوا تفتشوا فيها بصو هتلاقوا جبرات أشكال وألوان ومختلفية وفيه أصفر وأحمر وأغدر كل الألوان اللي انتوا عاوزينها بس نحن ركزنا النهاردة هتجول بتاعت السوارين عجبتني جدا نقول السلام عليكم وراحة الله وبركاته عندهم عبدالله كده وكفاعي كده عليها من النهاردة عشان أنه نحن 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 شكرا